أعلن نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد لانزي تفعيل قانون حماية البيئة اعتبارا من الغد حيث سيتم بموجب هذا القانون تتبع مظاهر الإساءة للبيئة ومعاقبة مرتكبها بعقوبات تصل إلى الأعدام والحبس المؤبد وغرامات مالية تنازل مليون دينار لمن يرتكب التجاوزات الخطيرة مثل استيراد أو تخزين النفايات النووية في البلاد وأكد لانزي أن القانون سيطبق على الجميع وستتم محاسبة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قانون حماية البيئة وإحالتها إلى التحقيق في حال ثبوت تقعسها